موسيقى الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السادة مشاهدي برنامج الصحة والحياة على قناة انغام الفضائية جمعة مبارك عليكم حقيقة احنا هذه الحلقة سنصلت الضوء على موضوع يمكن هو موضوع الساعة وقد انتشر هذا المرض في ربوع البلاد نظر الله أن يشفي جميع المرضى ويزعدني في هذا الصباح أن يكون معي سعادة المستشار الأستاذ البروفيسور حسن عبدالعزيز محمود حقيقة الواحد يتضاءل أمام بروف حسن وأمام السيرة الزاتية وأمام المجهودات الكبيرة جدا قدمة للقطاع الصحي في هذا البلد بروفيسور حسن عبدالعزيز محمود أستاذ ومستشار الصحة العامة والجودة الصحية ومكافحة العدوى هو أستاذ مشارك في الصحة العامة بقسم طب المجتمع بكلية طب جامعة المختربين وجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا وأستاذ الدراسات العليا في الجودة وعضو عمادة الجودة والبحوث عضو لجنة التعليم الطبي والصحي بوزارة التعليم العالي سابقا رئيس لجنة المناهج بكلية الطيب جامعة المختربين خبير النظام الصحي والجودة الصحية واعتماد المؤسسات الصحية مدرب معتمد ومستشار بالمجلس الأعلى للجودة والاعتماد وأيضا له خبرات سابقة حيث كان أستاذ غير متفرغ للصحة العامة والجودة الصحية بالدراسات العليا بكلية التمرين الجامعة الخرطوم ومساعد الوكيل للطب العلاجي ومساعد الوكيل للجودة والتطوير ورئيس لجنة القومية لمكافحة العدوى وخبير بعدد من المؤسسات الدولية ومنظمة الصحة العالمية وشارك في عديد من المؤتمرات المحلية والاقليمية وله أيضا ماجستير في التعليم الطبي ودكتوراه في الصحة العامة من الجامعة الأمريكية وجامعة كاليفورنيا الأمريكية حقيقة يا بروفيسور أنا عايزك تحيي مشاهدي برنامج الصحة والحياة وأنا والله حقيقة أنا أقدم في السيرة الذاتية أنا أتأكد أن هناك أشياء كثيرة جدا أنا لم أتطرق لها فمرحبك ضيف عزيز علينا في برنامج الصحة والحياة ولك المساحة لتحيي المشاهد في هذا الصباح بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا لك التحية أخي دكتور محمد فعلا القدال والتحية لقناة أنغام برنامج الصحة والحياة وأنا سعيد جدا شرفني كثيرا أكون ضيف إن شاء الله أكون ضيف تقيل على هذه الحلقة وإن شاء الله سنقوم بذردة شكية خفيفة حول بعض القضايا الساعة في بعض الأمراض الوبائية والمالية الساحة اليومين دي نحن يمكن دارين نسلط الضوء حتى تعمل فائدة لكل الناس اللي يتابع هذه الحلقة ويمكن حتى نستهدف بالحلقة دي أيضا طلاب الطبوة صغارة طباء الذين هم تحت التدريب يمكن الشيكونغونيا كثير من الناس يمكن ما كانوا سببها حتى أنا أفتكر فيها طباقة اللي يا دكتور الشيكونغونيا دي شنو أنا ما سمعت بها نعم فهي يمكن محور حلقتنا الليلة سيكون عنها لكن أنا قبل ما نتكلم عن الشيكونغونيا بروف عايزاك تورينا يعني الباعوض وأنواع ذاته وشنو الباعوض الممكن يكون مؤذي للإنسان ويسبب أمراض طيب شكرا جزيلا دكتور محمد طيب البعوض طبعا هو أنواعه كثيرة البعوض يمكن فيه أكثر من سبع أنواع من البعوض لكن الشهيرات الثلاثة نعم فيه أول حياة اللي هي الموضوع حلقتنا المين يعني الأساسية يمكن اللي هي الإيدس وبعوضة الإيدس طبعا هي يعني بتتلاقي دائما في المناطق المدارية والحار أكثر يعني وفي منها عدد من الفصائل يعني فيها البوبيكتس وفيها اللي هي البوبيكتس والإيجيبتس ديال هم يعتبروا يعني ممكن يعملوا حمى غرب النيل وممكن يعملوا مرضى كيكنغونيا اللي هو دائر اللي يمضيف ممكن يعملوا حمى الضنك تصورة هنا ديدي أيوة نعم ممكن يعمل حمى الضنك وممكن تعمل برضو حمى أو فيروس الزايقة يسمونه الزايقة فيروس اللي هو دا كل الأشياء دي تعتبر أشياء خفيفة مع هذا يمكن الضنك فيه يعتبر حمى نزفية لكن الكيكنغونيا طبعا يعتبر هو يمكن في السودان يمكن ظهر له فترة بسيطة ويمكن له يعني أكثر من سنة بدا يعني نسمع عنه يعني نسمع عنه أنه في السودان يعني دخل في مناطق شرق السودان وقاصة منطقة كسلة لكن ما بالصورة الواضحة وطبعا بتختلط معه أشياء كثيرة دي شكل البعوضة طبعا هي معروفة دي اللي هيب سموها الزاعجة المصرية زاعجة المصرية أو في تاني فاصلنا اسمه البوبيكتس اللي هو وفيديها هي معروفة أنها هي تغريبا مائلة إلى السودان وفيها مرقعة بالأبيض يعني فهي زاعجة هي كثيرة من يعني شبخ كثير بحمار الوحش نعم تجبه حمار الوحش طائر الوحش طائر بسلس نعم وهي طبعا الزيكا فيروس برضو عراض خفيفة لكن أكثر ضرره يمكن على النساء الحوامل يعني هو بأسر على الأجنة يعني يمكن أكثر بيعمل التشوف في النمو أو بيعمل ضمور في النمو الدماغي للجنين وكذا يعني في النوع الثاني اللي هي الأنوفلس دي حقتنا المشهورة طبعا وديها طبعا ديها اللي هي المسؤولة من بتشيل وبتنشر طفيلة الميلايريا اللي هو بأنواع مختلفة يعني وفي النوع الثالثة اللي هو الكيوليكس بيسموها طبعا برضو البعوض المنزلي يعني وفيها برضو عدة فصائل وهي أكثر حاية ممكن بتعمل برضو حمار غرب النيل وبتعمل اتهابات دماغية وبتعمل حمى الوادي المتصدع دي تغريبا دي الكيوليكس في أنواع أخرى كثيرة أكثرها في بعضها في المناطق الباردة ما مشهورة في مناطق المدائرية يعني أكثرهم ديها الثلاثة اللي هم يمكن أنواع البعوض أخوانا يمكن في المتخصصين في التموري في علم الحشرات هم بيكون أكثر تفصيلا وديقة في موضوع البعوض يعني يمكن ديها دي ممكن أنواع البعوض يعني ممكن تهاجم الإنسان الله اكتر قدامك دي نعم صح نعم يعني ممكن ديها تهاجم الإنسان وتغريبا دي الأنواع بالنسبة للتغريبا دي أنواع البعوض حقه ما نمشي فيها أكثر من كده نعم أنا أفتكر يعني واضح أنه هس من سردك ديه بروفا أنه البعوض دي يعني أنواع كثيرة جدا ويساهم بشكل أو بآخر في بعض المضاعفات وبعض الأمراض التي قد تحدث للإنسان طيب الشيكونغونيا طيب أنا كنت دائر قبل الشيكونغونيا أتكلم بسرعة كده عن كل الحميات اللي هي النزفية وحميات الدم النزفية ممكن ندع لنا خلفية وبعد ذلك نجعل نعم هي طبعا الحميات النزفية طبعا هي مجموعة من الأمراض بتسبب عدد من العوائل أو فصائل بتسبب عدد من العوائل المعروفة الفيروسية وبتنقل الناقل معظم النواقل هي الحجرات لكن في نواقل أخرى حيوانية أخرى هي المصطلح بتاع الحمى النزفية الفيروسية طبعا دائما يعني هو بيوصف لنا الحالة الشديدة لإصابة متعددة لأنسية جسمه للأعضاء المختلفة من جسم الإنسان وهي بيحصل فيها طبعا يعني زي نوع من التأثير والتمزغ للنسيج الوعائي الدموي وبخلي بعطل وظائف الجسم في تنظيم وظائفه زي نفسه يعني دي كلها دي من مشاكل هذه المجموعة وهي زي حمى الضنك زي الضنك زي الكيكونغوني اللي قلنا دي زي الإيبولا منها الإيبولا طبعا هي بتختلف شو أنا أنه الناقل بتاعها بيختلف شو والفكتر بتاعها بيختلف هو الوسيط حقها مختلف هي طعم الإيبولا أكثر بتتنغل عن طريق الخفاشة والرطواط أو شمبانزي غروض الشمبانزي والإيبولا أعرضها سريع جدا وانتقالها سريع جدا والكنترول بتاعها برضو عايز حرص شديد جدا لكن الإيبولا طبعا يعني من الأشياء التي كانت دائرة في الوسائط العليم ودي أنا دارك تأكد لي الكلام من أسوأ الأشياء أنه بالذات الأمراض الوبائية والتفشيات التي تحصل أنها تدار بغير تثبت من غير جهات الصاحبة الصلاحية أنا أفتكر إعلان أي وبائق أنه ما قضيت يعني هذه الطب عامة والأمراض المتفشية عامة هي أمراض مهنية هي أمراض يعني ليها علاقة بالمهنة ما هي سياسية ما هي في مسؤوليات منهم يعمل لأنه في ضرر بقى على الشعوب ما بقى ما قضية حكومات ولا قضية تأييد ومعارض القضية هي قضية أنه نحن يعني حقه مخلدي للجهات يعني عندنا نحن سلطة وزارة الصحة الاتحادية إذا تطيب بالوغاية إعلان أي مرض يتم بتنسيق ما بين الوزارة المعنية الجهة المعنية مع قيادة الدولة نفسها مع منظمة الصحة العالمية يعني ما هو يزولي يطلع يخشها الوسائط يقول لك دكي لو دكي لو كدو العايز أأكده أنه حسن الخبراتكم يا بروف حسن الخبراتكم ده ما في إيبولة الإيبولة يمكن أنا اتكلمت فيها قبل ثلاث سنين من حصلت في غرب أفريغيا وكان نصطد أفني قناة الجزيرة وكان في ملتقيات في نفس الوقت يمكن في البيت الابياد وفي مركز مكوهة الأمراض في أطلنطا وفي الدول المبوعة ذاتها كانت في قمة وفي مقر منظمة الصحة العالمية في جنيب وتكلمنا عن الإيبولة وأعراضها ومشاكلها الحاصلة الآن حسب رؤيتنا ليس لها علاقة بالإيبولة مطلقة لا بأعراض ولا نعاقل ولا طرق الانتشار ولا الأعراض إيبولة أعراضها حادة وشديدة وانتشارة سريع جدا وعندها ظروف بتصهر فيها الظروف الآن ليس ونسأل الله ربنا ما يجيب لنا الظروف دي والحمد لله حتى حتى ما حصلت غير بأفريغيا ورغم أنه السوداني اعتبر يعني هو يعني جسر أفريغيا وهو الوسط وهو عبره يتمر كل الناس الدمائش الحي والمسافر يعني تعتبر منطقة وسطية والحدود مفتوحة هذه كلها يعني كانت مميزة جدا في التحكم في أن الإيبولة لا تدخل السودان بفضل الله رغم أنها كانت قريبة ومن حولنا يعني لكن بفضل الله إجراءات وإجراءات يعني المكافحة وإجراءات المراقبة المنافس هذه أهم حاجة في عدم انتشار أي وباء في الدنيا يعني أنت تراغب المنافس تعرف الحالات ونجي نتكلم بعد شيء أنك كيف أنت يعني لمن يحصل مثلا وباء معين أو تفشي معين أنت كيف تصل أنك تدير هذه العملية أو تتحرى هذا التفشي عشان تصل لنتيجة إيجابية وكذا يعني فالأعراض دائما بتاعت الحميات النزفية دي طعم بيكون فيها نزيف طبعا و لكن حتى الحميات النزفية بالذات الفيروسية اللي ذكرنا اللي هي البيانغولة البعوضي دائما يعني من النادر جدا تهدد الحياة يعني الوفيات بتاعت قليلة ما عاد يمكن في فيروس معين اللي اسمه حمال القرم الكونغولية بسموها سريميان كونغو فيبر ودي ممكن ما فيها تصل لـ 40% ودي هنا ما عندنا يعني الحمد لله يمكن هي في منطقة الكونغو كانت وفي بعض القرم جزيرة القرم في موسكو ظهور الأساسي هاي حصلت قبل سنوات عديدة يعني ودي اللي بيكون فيها نزيف وممكن بيكون فيها مضاعفات شوية يعني فدي دي دي ممكن الحميات الفيروسية النزفية بتدي أعراض خفيفة ما فيها شيء وبعضها بيكون يعني شديد شوية وبهدد الوفيات لكن الأكثرية بيكون الأعراض والشكوى بتكون خفيفة وبتصهر وبتنتهي إذا تم تشخيص السليم للحالة والتفشي والتدخل برضو السريع والتدخل السليم يعني ممكن يحصل حصر وضبط كامل لهذا الفيروس وهذه الحميات طبعا برضو تعتمد على أنك يكون في فكري واضح وفي توجه واضح يعني من ناحية وبائية أنك تصل لتشخيص المبدأ وتعتمد على بيانات يعني صحيحة ومن الجهات المسؤولة يعني ما مش من أي زول يديك بيان وتعتمد على نتائج مختبرية في نتائج التي تكون احتمالية أو إمكانية حظوصة أو احتمالية وفي نجايد وفي نتائج تأكيدية بتحصل بنوع معين من التحاليل ونجي نذكرها بعدين إن شاء الله نعم طيب طيب بروح نحن يمكن الناس منتظرة تعرف عن الشيكونغونية دي ريت تدينا مقدمة لها جدا سر التسمية والتسمية المحلية الكنكشة والتسمية العلمية الشيكونغونية كده تدينا عنها خلفية هي الشيكونغونية هي جاية من كلمة يمكن سواحلية أو كينية هي بتنطق كيكين جني كيكين جني كده تغريبا وفي نهاية بنطق نطق المهم هي وجه الاسم من هي ظهرت تغريبا برضو في منطقة تغريبا الساحلية دي أفريغيا الوسط أفريغيا تغريبا وسموها كيكينغونية وهي بتنتقل من إنسان لإنسان والوسيط الناغل بتاعها هي طبعا القن البعوضة الإيديس اللي هي البوبيكتوس وفي الإيجيبت اللي هي الزائجة المصرية وبسموها أو الإيديس موسكيتوس اللي هي موسى الإيديس نعم هذا نوع اللي ذكرناها زي ما ذكرنا بالأول وهي بتعتبر هي الوسيط الناقل لهذا المرض الكيكينغونية نفسها هي دائما الحدوث بتاع بي بصورة مفاجئة بتكون في نوع من الحمى وبيكون في ألم حاد في المفاصل بيكون في بعض يعني أول عرض يبروف الحمى العالية بتكون الحمى بتاعتها فوق 39 درية بيكون في آلام في المفاصل بيكون في آلام في العضلات وبيكون في صدع دي الأعراض الأساسية التي تصار بها هذه الكيكينغونية طبعا أصلا ما في لها مصلواء يعني حتى الآن ظهر وما في لها حتى دو حتى معين يعني عشان كده هي الحاجة المتوفرة الآن اللي هي الإجراءات الوقائية والمسكنات التي هي ممكن تعمل لك الضبط لكن هي بعدين نتكلم عنها كيف نحن نكافح الكيكينغونية هي طبعا أهم حاجة التي هي مكافحة الناقل لكن ده ليه ظهرت في شرق السودان ما الأمطار والحاجات كانت في كل أنحاء السودان ليه الشرك هو سيكون أصلا شرق السودان فيه الحميات النزفية حتى في المناطق السواحيلية منطقة البحر الأحمر لأن المياه كانت موجودة في جزيرة عربية فيها حمد خاصة في منطقة جنوب الجزيرة العربية في شرق السودان حمد موجودة فيه في منطقة البحر الأحمر في كسر في القدار يعني موجودة والناقل هو تقريبا نفس الناغل الفصيل بتاع الزائج المصرية يعني بيحصل طبعا بعد مرات التغيرات الوراسية في بعض الفيروسات بيحصل نوع من البعوض برضو يعني أنت باعتمد برضو التشخيص على التشخيص التأكيد المعملي يعني 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 الناس برضو بتفكر في في أمراض أخرى ممكن الناس تفكر فيها يعني إذا كان ما ظهر لك في الظبط ما هو هذا المرض ما هو الفيروس المسبب يعني في حميات فيروسية ممكن تكون في الجهاز التنفسي بتصهر أكثر حيا لأن خاصة في الزحم وسريعة يعني من ضمنه مثلا الزايكوفايروس اللي هو الإنفلونزات العادية أو الإنفلونزة الطيور أو الخنازير أو أو أي إنفلونز أو مرض فيروسي في الجهاز التنفسي ممكن انتقل عن طريق الدروبلس أو الرزاز ديال اللي هو طائر في الهوى عن طريق التنفس في العطس أو في الكحالة أو في الأشياء اللي هي ممكن تنقل من شخص لشخص مباشر في الجهاز التنفسي وذي برضو الناس ممكن تفكر فيها لأنه بتحصل في مناطق الراطبة ومناطق الباردة يعني ممكن تحصل وذي احتمال برضو حاصل يعني لكن التيكنغونيا طبعا هي ظهورة يعني يعني معناها الناقل موجود والناقل ده مع حركة الناس برضو الحدود المفتوعة منها ممكن يحصل فيها يعني يعني حدود مع شرق سودان ده فيه الحدود مع الدول سيوبيا واريتيريا ومتنجيبوت حتى من المناطق الشمالية زي مصر حركة الناس ذات البعوض ممكن ينتقل عبر رأيه ناقل وسائل البرية والجوية وغيرها والبحرية يعني ممكن ينتقل وممكن يسبب ينقل هذا الفيروس يعني من شخص لشخص طيب نحن نطلع فاصل جدا نرجع نكمل مع حسن عن هذا المرض شكو نقول موسيقى موسيقى نرحب مجددا بكل الناس اللي انضمت لمتابعة هذه الحلقة من برنامج الصحة والحياة قناة النغام الفضائية وارحب مجددا بضيفي بروفيسير حسن عبدالعزيز مستشار الصحة العام والجودة مرحب بك بروفيسير الله يمكن قبل ما نطلع فاصل بدأنا الحديث عن الشيكمونيا نعم ويمكن السؤال يدور في أزهان كثير من الناس يعني هو البعوضة بتنقل الفيروس الفيروس كان موجود وين حاجة أكيد ظهر في معظم الجراس دي ما أصلاح شفت بتكون في بيئة عيشة فيها في ظروف محددة مناخية وظروف بتاعة حركة وظروف بتاعة التداخلات يعني لازم يكون في البيئة المكروبات دي ومن ضمن الفيروسات والبكبيريا وحتى الطفيليات وغير يعني هي اللي بتكون وطبعا هي الفيروس بيكون أصلا عشان يتنقل لشخص سليم بيكون موجود في دم شخص مصاب وبتاعة البعوضة الإيدز دي زعيج دي زينا بيقول بيتاجي تعضي الشخص مصاب وبتاجت لما تجي تعضي شخص سليم بتكون تنقل معه هذا الشخص اللي هو دي اللي هي بيكون فيها طور بيكون في طور في دورة هذا البعوض في طور بيكون بتنفي في البعوضة نفسها وبتاج بعد ذلك تنقله إلى الدم الشخص السليم وبالتالي بتصهر بعد ذلك بتصهر الأعراض التي هي والعراض تتاقل لها فترة معينة من يعني أربعة لسبعة يوم دي الشام الأول غالبا بتكون من أربعة لسبعة يوم بعد ما يتم يعني تقوم البعوضة بعضل الشخص السليم دي طريقة الانتقال مشكلة دي الانتقال يعني هي من البعوضة اللي بيشتغل عكس المليل اللي هو الأنوفلس دايما عضها بالليل دي بتقوم بالنهار وفي معظمة يعني وعشان كده يعني الناس بتحتاج نظام الاتقال بس ما بيتم إلا من شخص شخص عبر عضة هذه البعوضة وهي طبعا شكلها جبنا وتكلمنا عنه وهي منتشرة بالنسبة هذه الشيكونغونية منتشرة في أفريقيا في جنوب شرق آسيا في منطقة الهند والجزر بتاعت المحيطة الهندي دي كلها فيها يعني في كثير من الدول يعني فيها منتشرة حتى في في أمريكا وغيرها في انتشار كثير جدا يعني يعني خرطة يعني بتلقى شيء يعني منتشرة كثير جدا دول كثيرة جدا في أفريقيا وفي آسيا وفي الأمريكا في الأمريكتين يعني بتلقى كلها منتشرة هذا البعوض خاصة في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية أكثر من الجزء الشمالي يعني طيب المراحل يا بروف بلغة بسيطة يفهم مشاهدنا مراحل المرض نعم يعني هي عضتك البعوضة بعد كده أي شخص تعدطه الزعجة المصرية ممكن يصاب بهذا المرض والله هي بتعتمد طبعا يعني أول حقي يعني بتعتمد على المناع تحت الإنسان نفسيا يعني في ناس في ناس بيكون اتعرض لهذا المكروب أو هذا الفيروس وبتتوقف على سن الإنسان بتوقف على درية صحية يعني يعني لو هل هو سليم ومعافى ودرية مناعة عالية ممكن تكون العراض خفيفة وممكن ما تكون فيه أما إذا كان فيه أي تأثير أو يعني هبوط في مناعة الجسم نتيجة لأي تأثير أو ضعف في البنية تحت الجسم أو ضعف نتيجة وجود حالة مرضية تحتية فممكن تكون بتسرع ظهور العراض وبتكون أكثر حدة يعني اللي هي زي ما قلت الحمى نعم الحمى اللي هي أكثر من يعني 39 والله هي أكثر حاجة هي طبعا في الصورة هنا الحمى نعم الحمى بتكون أكثر من 38 وخمسة من عشر أو أكثر من 39 بيكون في المحات في المفاصل طبعا هي قانية تزهات إياها لأنه بتعمل نوع من الشد في العمود الفغري يتيبس كده لأنه يكون في ألم حات في العضلات ويكون في ألم في المفاصل وبعض ممكن يكون في يعني يعني تورم حتى في المفاصل بتحصل يعني برضو شايف في صور هنا جاب نعم برضو في عراض بيكون في طفح جلدي بالذات في كيهنغوني الطفح دائم يكون في جزء العلوي من الجسم أكثر من الجزء السفلي يعني بيكون أكثر في الآياد والوجه نعم أكثر شيء أكثر ويكون في جزء العلوي من الجسم طيب بالنسبة لطريقة الانتشار هل سريع جدا الانتشار ما هو زي ما قلت لك هو عندها فترة من بعد ما تأخذ العضة بتأخذ ما بين يوم لاثناشر يوم أربعة لسبعة بتبدأ تنتقل خاصا إذا كان الناس ما عملت الاحترازات والاحتياطات الوقائية هم هاي الناس طبعا زي ما قلنا الناس هي بتنتقل في النهار والعضة بتكون في النهار يعني هم شيء اللبسة الطويلة الواقع الناس ما تقل جسمة مكشوف للبعوض تحاول تتخلص من الرواكد تحت المياه الرقضة المياه بتلقى مثلا عندنا في السنان المزي رزير تحت ممكن تكون فيه المكيفات بتحكم مياه تلقى في حفر بتحت المياه المياه بتحت الحمامات بدون مؤخذ الشارع ذاته بقايا مياه الأمطار دي كلها الناس لو عملت مكافحة وعملت برضو نظام للرش الداخل المنازل واستخدام برضو ناموسيات أو الرش الخارج الرش الخارج ورضو مهم جدا اللي هم سمو الدور والدور مهم جدا عشان بيتخلص لك من الأشياء حتى الرش بالطيران وبالطيران وبالعربات المتحركة بالكمبريسور دي ممكن تتحرك وترش وبيكون مبعولة إذا الناس قدرت وتردي المويل بتكون تحت الزير دي ممكن تكون فيها مناطق البعوض ممكن ينمو فيها يعني الناس بس تحاول تخليها دائما نظيفة وما يكون فيها رطوبة ولا يكون فيها راق فيها وكذا يعني 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 الناقل لعشان ما انت تقييف حاجز بينك وبين يعني غير الأشياء دي فيها أشياء تاني وطبعا المريض نفسه المريض نفسه طبعا يعني لو اكتشف وتشخص طبعا أحسن يعني هزاته يعني نظام يعني هو مش العزلة زي العزلة بالضبط هذا نسوألي هل بحتاج كرينتين لكن ما غد ما بحتاج كرينتين لكن هزاته ممكن يكون يعني يعني هزاته ممكن تبقي كفر بالناموسيات دي والناس التانين برضو ممكن تشتغل بزات الأطفال وكبار السين برضو الناموسيات المشبعة أو استخدام الأطفال التي تطرد البعوض في الجزيم بعد الكريمات التي تطارد للبعوض ممكن تستخدم وكذلك وانت عارف أبروف ما زالت الانتشار بالنهار دي شوية بتخلي استخدام النعموسية يعني ما زي الميلاري ماش كده نعم النهار الناس في المكاتب في الشغل في المدارس في مساجد في يعني أكيد طبعا طيب انتو كاستشاريين يعني شنو الحاجات العلمية اللي ممكن انت تحد بها غير الأشياء الاحترازية اللي هي نسمى نصائح للمواطنين شنو الحاجات العلمية اللي انتو بتعمل وانتو هو أصلا هم من الناحية بتاعت الكوتور بتاعة الفيكتر السيطرة على هذا الناقل هي أهم حاجة يعني من المهم جدا الناس أول حي توفر المعلومة السليمة وكيف تقلل من انتشار هذا الوسيط الناغل أو هذه البعوض الناقلة بالذات في المناطق اللي بعيش بتكون فيها الناس العايشين في المناطق المشتبهة أو الموجود فيها هذا الفيروس أو هذا المرض يعني فلتقليل الانتشار أول حقيقة طبعا البعوض نفسه عنده يعني حتات متعددة ممكن يتعايش فيها ويتكاثر فيها ويتطور فيها وجود المو يعني له أهمية كبيرة جدا لتكاثر البعوض ولأنه البيض يطع البعوض ذاته بيحتاج المو عشان يعني عشان يتطور وعشان يبدأ من بيض إلى غير شرنق غير غير عشان يحصل له التطور الحشري ضي عشان تبقى حشرا برضو فيه دور مهم جدا للمواطن نفسه أو المجتمع نفسه عشان يتخذ من الإجراءات التي جنبها وجود المياه في الحاويات الممكن توقع فترة والحد من المنظر لأنه موجود تلقى داخل المنازل كما تكلم المكيفات الموسيرة خزانات الموية أحواط تتخطى مثلا سقايا مع بعض الحدائق التي تكون موجودة ممكن يكون في حفر فيها الناس لازم تراجع يعني دي مهمة جدا المحاطر المحاصر طبعا يمكن أن تكون نفسها وطرق انتغانات تختلف ومرافق التي يسعون كانت أو سلا أو دائما هذه الدورة تتكسير الواقع أو تمنى الوريدية والدس من إنتشار عدوة ورحلة الأولى المصادر تجهل مصدر الأساسية هما في مصدر العنصر المسبب إذا كان فيه علاج تدي علاج إذا كان فيه عمصار معين اللي بعد تدي مصر إذا وصلت الوسيط تحارف هذا الوسيط الناقل يعني المهمة تخلي فرصة لأي منفز لخروج هذا المكروب من الشخص أو من مصدره إلى مصدر سليم عبر المراحل حتى التواصل في تطور أو في داع الدورة أو الحياة أو في سلسلة في منضر أو داء دورة العدوى لأنه هذا من المصادر إلى الشخص سليم والدخير والأخير كلامه عبر المنفز الحالة من المصادر كأننا دين التفشيات كله فسبعي وهذه السوائل بالطبع تختلف وعبر الشخص السليم وناغل وتعمل الاقتصاد الدورة المجتمع في هذه المين هذا في منطق تأسل مننا تحدي لكن لا يمنع أنه نقوم في وضع استفراق شوية زادة حفظ لازم دي الأخرى ونضح والمرض غير وطبعا نحن نحن ندي مساحة للواتس الحالة الأعراض السريرية وفي الحالات المكلة هي الملاق وفي الحالات السوائل إذا في غير ولا ولا لا يفيد وأن أي مرض سيخت في الدنيا دي أي وتفشي أو تفشي بحتاج للقطوات في دور للسلطات في دور للفريق الحياة ذكرنا بالأول قولنا باحتماليات الآن الحموليات النزفية الأكيد وبالذات النزفية ذكرت من الانين اللي هو الإيبولا وحمل القرم الكونغولية دي يمكن أكثر وننسبة الوفياء فيهم عالية بتفوق الأربعين في المئة وكده لكن دي أصلا يعني بالتدخل السريع بالتحكم بمعالجة الحالات وطبعا علاج بتدي تبسل الحياة المسكين التحفظ نعم اللي هو مسكين للحميات اللي هو تستخدم برضه بعد شيء ممكن نتكلم عن العلاج بصورة سريعة أنا حجيك للإيبولا أنا قصدت أنه ممكن يتم كيام برضه نعم أنا قصدت أنه هو مرض يعني مازو خطورة عالية ونسبة غرفة فيه يعني قلت لي لا تتجاوز الواحد في ما بتتجاوز نعم طيب بالنسبة للتشخيص يعني كيفية التأكيد يمكن ناس كثير يقول لك يا أخي شهروا عينات وصفراو شهروا عينات جابوا كيفية التشخيص وتأكيد التشخيص طيب ما هي الطرق من البداية كده نعم ممكن ناخد ناخد كيف طريقة التشخيص نتكلم عن أنت ظهرت لك أي يعني معلومات ديعتك معلومات عشان في حقيقة منتشرة عندك مرض معين يعني تفشي لأي وباء أو مجنوب أنت يعني أنت لازم يكون لديك معرفة علمية وخبرة الاثنين في خطوات للتباعة يعني ما هي خطوات هي خطوات علمية في خطوات نظرية لكن لازم في الممارسة العملية أنه تعمل يعني توفيق وفعلي على نوعية هذا التفشي الحاصل لك في خطوات معين أول حي تأكد أنه في وجود لتفشي ظهرة في حالات غير طبيعية بدت تصهر في مراكز أو المرافق العياس سيوان كانت مراكز سيوان كانت عيادات سيوان كانت مستشفيات إذا بدت بدأ تجمع معلومات هذه المعلومات تأخذها من مصادرها في النظام اسمه النظام التقصي الوبائي ده مهم جداً دي لالناس اللي بدوك المعلومة عشان البيانات دي البيانات دي لازم تكون موصوقة وصحيحة ومن مصادرها ليس هي زول يدي بيانات ساعة لكيف ويشخص على لكيف طبعا دي دي كل زول عنده مسؤولية وعنده دور وعنده وصفة وظيفة هو يقوم بدور وشنو في التقصي الوبائي إذا سبت أنه فيه فعلا في حالة بتاع التفشي نستحضر نفسها للعمل اللي بداني لازم الفريق أو السلطة الصحية الوقائية في المنطقة في المحلية أو على منطقة المناطق أو الولايات زي ما نقول أو على مستوى المركز بيكون في تنسيق على لسه أنه لو في حالة يعني فاتت قدرة المنطقة ذاتها المحلية ذاتها ممكن يحصل تدخل مركزي لازم يحصل يعني وصول أو توضيح أو وضوح للتشخيص ولازم تعرف كيف تتعرف على الحالات ذاتها لازم يكون عندك آلية تتعرف عن الحالات لازم يكون في آلية معينة تتعرف عشان بعد ذلك تجي إنما تشوف الحالات التي تنطبق فيها هذه المعايير بتاع آلية تتعرف على الحالات تعرفها بعد ذلك تجي تشتغل بالشغل الطبيعي بتاع العمل الناس المختصين في المجال الوبائي في الميال الصحة العامة أنه تشوف من ناحية الحالات كم وين من ناحية مكام من ناحية زمن يعني بعد ذلك أنت على مع تجمع هذه المعلومات أنت بتحاول تصل إلى تضع فرضية معين عشان تتحرك تجاهها وتعمل اختبار لفرضية تقديق عبر تأكيد المبدئ أو التشخيص المبدئي بمراجعة الحالات من الناحية السريرية العراضي أنت موضحت قلنا آلية لتصنيف الحالات ومراجعة إذا في نتائج معملية إذا كان في نتائج مثلا في الدم مثلا زيادة في الدم الأبيض نقص من اليموغلوبين نقص في الصفايحات الدموية هذه المعلومات مع بعض بتعملها تحليل وبعد ذلك تعمل تعمل رفاين تعمل تصفي الشيء اللي بأكد لك اتجاهك الماشي فيه والحيات التي ممكن تستبعدها من ما هي من الفرضية بتحتك بعد ذلك أنت بعد وصلت التشخيص وبديت تعالج الحالات ومن الأعراض السريرية ومن النتائج المختبرية الحنية نعرفها بعد شوية إن شاء الله بتبدأ خطواتك بتحت المكافحة والوقاية من هذا المرض وبعد ذلك بيحصل نظام التوسيق أو الريبورتينج الإعلام حتى التواصل ما بين الجهة المسؤولة من المكافحة والوقاية في المنطقة نفسها تظهر فيها التفشي أو الوباء مع السلطات الصحية المحلية مع التسيق مع السلطات الاتحادية وده المسار الصحيح لأي تفشي عشان ما تبقى يعني الحكاية هي يعني صحيطة في الوصائد سايد بدون أي دليل بدون أي برهان وده يعني إنه بأثر ويتسبب الهلع للناس بأثر على الحاجات المجتمع بأثر على التعامل مع المجتمع التواصل بتاع المجتمع مع المجتمعات الأخرى بين دولة ودولة وحركة الناس ويعني كل حاجات الناس من ناحية صادر وارد أشياء كلها لها معايير لازم السلطات لازم تتبع هذه الخطوات لازم تتبع بصورة دقيقة جدا وتتبع كل المعايير المطلوبة عشان نحن نعلن إذا كان في وباء وهل تشخيصنا هو تأكد أو لا نتأكد بناء على هذه الخطوات والخطوات هي تقريبا نأكد وجود هذا الوباء باستخدام مصادر المعلومات نفسها السليمة ونبدأ ونبدأ نبحث وبعد ذلك نأخذ التاريخ المرضي ونعمل مراجعة الفحص التأكيد نعم الفحص التأكيد ونعرف نعم نجي للفحص التأكيد الخطوات ذات بتحت الفحص هي يعني مهمة جدا عندك كيف تتعرف عليه بخطوات معينة جدا عندك اللي هي في بسموها في الآلية الوبائية اللي هي يعني تكون أول حي يتم زيارة الموقع المحلية الحصن فيها وتشوف الأشياء السريرية وفي التشخيص أو الآلية تحت المختبر أو المعامل وفي واحد أو أكثر من هذه الاختبارات المعاملية والحيائمة عزل الفيروس نفسه مختبريا يا إما في موجود مثلا في حي يسموها الوجود الحامض أو سابقا اللي هو الريبون يفليك أسيتر آر يعني اللي هو ما قبل الحامض النووي بتعمل بطريقة اسمها اللي هو فحص الجزيئ الPCR في المختبرات فحص الجزيئ الجزيئ نعم في طبعا برضو في بعض الوجود أجسام مضادة اللي هي بسموها الميجنيوليز اللي هي متخصص اللي هي AGM والAGE دي كلها اللي هي الأجسام المضادة دي في عين مأخوذة من الدم وبعد ذلك في الاختبارات بتحت اللي هي بسموها virus specific antibodies المضادة المخصص لهذا الفيروس بالفحص الدموي أو السائل الدموي دك هل كنتم تعتمد هنا على الجزيئ ماش كده الPCR هو أكثر دعوان هو كومفير ما كيف أول أسولي دعوان لأخ المخرج جاب لنا الصورة دي تاني دي هنا شنو يعني هذا ده ده طبعا ده يعني هذا تشخيص المباشر بتشوف الفيروس نفسه شكله بأجهزة معينة مشكلة مجال الإلكترونية مايكروسكوب اللي هو مايكروسكوب الإلكتروني وبعايز اللي بتشوف فيه الفيروس وتكون أصلك كخبير بتاع مختبرات أو متخصص في الفحص المايكروبياليجي متخصص في الفيروس علم الفيروس ممكن تعزل أو تشوف هذا الفيروس وتعزل لكن أكثر طريقة سريعة لها الPCR وهي بتتم في مختبرات المركزية عندنا في عمل ستاك موجود أنا يمكن آسف المقاطعة جاءتنا بعض الرسائل في الواتساب نتناول منها في واحد قال هناك تضخيم إعلامي لهذا المرض وصحيح موجود بشرق السودان في كسرة لكن ليس بحجم الوجود في وصائط تقول له شنو أنا أفتكر درجا لا والله أخي كلامه قد يكون أقرب إلى الصح أو الصحيح يعني أنا زي ما قلت لك في البداية أصلا يعني ما أي شخص يعني هو يعني منظر هنا يقوم يعلن يعني أنه في وبا والحالات كما لا سهل أنا وليت معرف الحال كم دي سلطة في سلطة الحالات من إعلان المضاعفات حتى الإعلان الدولي زي ما النوتفكيشن اللي يسمون الربورتاب والدزيز الأمراض فيها حتى برضو تصنيف في الحالات الممكنة وفي الحالات المحتملة وفي الحالات المؤكدة يعني لو ما وصلنا عبر هذه التصنيف حق الحالات نفسها في حياة ممكنة تكون حالة اللي هو بيكون فيها المريض هو بتتوفر فيه الآلية السريرية اللي هي الأعراض والشكوى وفقط وفي الحالات المحتملة دي المريض بتلقى فيه تتوافق فيه الحالات السريرية والحالات الوبائية يعني عندك برضو آلية وبائية أنت بتشخيص بها المرض التصنيف الثالث للحالات اللي هو بيكون في المريض في تشخيص السريري كان الاحتمال موجود أو الاحتمالية موجودة الآلية الوبائية أنت وصلت بها التشخيص التأكيدي عبر المختبر اللي هو وحتى إذا كان التشخيص التأكيدي بغض النظر على الأعراض السريرية إذا أكد لك معناها في وباء الحالات بيحسب النتيجة المعملية ما يعني لا أنا ولا يت ولا يطبيب حتى أطيبة خليك من الناس الهاصل صايتين في الوظائن حتى الأطيبة إذا ما في جهة هي مسؤولة من تعداد الحالات والمرضى وهي مسؤولة مندي مساحة للواتس ففي رسالة عكس الرسالة دي وبرضو حنقول لأنه برنامج أول حاجة هو أن أخذ السائل بيشكر البروف قال بروف صده جميل وسردي علمي وواضح أنه قال راجل خبير في هذا المجال أنه إحنا بنشكرك والله وحقيقة بروف حسن يعني غني على التعريف وهو يعني رجل زي يقول وعنده خبرة طغيرة في علم الوبائيات وعلم الجودة والصحة العامة لكن قال النازل كله ما ذو كيف تقول نسبة الوفيات ما كثيرة أو المرض غير غاتل أنا حاجة ما أجاوب لك سأخذ البروف طيب أنا أرد دلع الرد بسيط جدا هو هل إت عدد الوفيات هل بتتتناقل في الوصائد ولا في جهة معينة ما إت أي حالة مرضية سواء في المستشفى ولا في مركز صحي إذا حصل وفاة في تسجيل إذا حصل مضاعفات في تسجيل في ملفات المريض عن هذه الوفيات السلطة المحلية بتعارف الوفيات دي فيه وفيات بتحصل نتيجة أمراض مزمنة فيه وفيات تحصل نتيجة أمراض حميات أخرى ولا ده حميات فيه أمراض غير سارية الأمراض ديما فيه أمراض سارية التي يزيحق نديد التفشيات والوفيات وفيه أمراض غير سارية المزمنة مثل الضغيط والسكر والأورام لا سمح الله والفشال الكانوي الحاد لكلها ممكن يحصل فيها وفيات ممكن المناطق مناطق حارة فيها عدد فيها الميلارية الميلارية الخبيثة ممكن تؤدي الوفيات عدد الوفيات القاعدة تناغل ده ما يجب فيه إحصائيات موتية فإننا لازم نعتمد لازم نكون ناسا نحن بنسق في سلطاتنا الصحية أي يمكى للشكل لازم هذه هي المسؤولة فإننا وزارة الصحة الاتحادية والقسم المختصة لقسم الطب الوقعي أو قسم الوبائيات وقسم الطب الوقعي برضو في المحلية أو في الولاية هم المسؤولين عارفين كل وفا سبا أي وفا لازم لها تعليل سبب لكن أنا أأكد لكل الناس بغض النظر عن مرض الكانوي وفياته قليلة جدا وإذا تم إعطاء العلايات المسكنة الذكرناها قبل هلاج التحفظي هلاج التحفظي ما العادي البناظولة العادية طبعا عشان الشق بتعال نظيفية الفصائل تحت الأسبرين والسهلسين هذا ما بتدنيها لأنها بتزيد السيولة بتحت الدم والميعة وممكن تسبب نظيفي ذاتها وناس قد تنسبوا إلى النظف وهو ما نظف وبعد ذلك اللي يتعويض السوائل إذا فيها فالشغلات ديها إما بالفم للشخص اللي يقدر يتعاطى هذه الحبوب وهذه السوائل بالفم محلول التروية المعروف ده أو إذا كان لا يستطيع نتيجة وجود استفراغ شوية زادة الحالة ولكنه ممكن يأخذ بالوريد أو بالسوائل الوريد ويأخذ المسكينات والله صدق لكلامك دابروف أنا جاءتني مريضة يمكن قبل يومين في العيادة نعم وهي تعاني من فشل الكرب المزمن نعم فقالت لي أنا يأخذني الحمى دي هناك وأخذت البنادور وحايت قلت لو أنا عندي كنا أخذ أي علاجات تانية أخذت البنادور وبقت كويس نعم فنحن أريد أن نطمن الناس حقيقة أنه ممكن يكون في وباء في منطقة ما ممكن يكون في بعض المشاكل الصحية في منطقة ما لكن الهلع الأكثر من اللازم تجاه مرض معين يعني هس في حاجات أخطر من الشيكونغون هذه الناس يعني مثلا ارتفاع ضغط الدم أنا بشوف أنه أكثر خطورة من هذا المرض ويعرض المريض لكثير من المشاكل لكن ده لا يمنع أنه الناس ونحن قصدنا من الحلقة دي للتوعية وحتى الناس يعني تتناول هذا الأمر بنوع من العلمية وبنوع من المهنية يمكن إحنا مدبك قلنا كثير أبروف منذ البرنامج فدايرك تدينا كده يعني بعض النصائح ممكن نسميها بعض الرشادات أو إذا كان عندك جدا تكملة في مسألة التشخيص والفحوصات المخبرية يا ريت وما أعني يعني طويل كثير نعم زي ما قلت الحلقة قربت تنتهي يعني حتى لو دعنا كمّل التشخيص زي ما قلت لك أي مرض يجيك مثلا مريض جاك بحمى بتعمل تشخيص مبدأ إذا ما زبطت يعني أو ما وجدت حاجة بتشخص نبعنا ما هي الحاجة التي كنت وضعها اعتمال إذا كان في منطقة مقيم في منطقة أصلا بيحصل فيها الوبائيات لكيكونغوني ولا غير ولا الضانك ولا غير إذا في حالة محتملة ما تأكدت برضو إذا البعض ما موجود للحالة دي أو الناقل ما موجود أو المختبر ما أكد لك بالتست طلع سلبي معناه برضو ما هي الحالة في الاحتمالات الموجودة إذا كان في منطقة فيها مثلا الفيروس نفسه أو المرض تحكيكونغوني بينتغل في حالات محتملة بتعمل الاحترازات أو المكافحة لهذا الوسيط والناغل وتعمل الاختبارات المعملية إذا كانت سلبي معناه سلبي وإذا كانت إيجابية معناه إيجابي وفي بعد ذلك الناس التي تتعرض للانتقال نفسه التي في حالات محتملة بتعمل التست للتشيكونغوني يا إيجابي يا سلبي ومنها بتحديد حالاتك الحاجة المهمة جدا أننا أقول الناس يا أخواننا الهلع لا يفيد وأنه أي مرض أي مرض سوفت في الدنيا وتفشي يحتاج لقطوات في دور للسلطات في دور للفريق المختص اللي هو فريق مكافحة الأمراض السارية أو غير السارية الاثنين اللي عندهم فريق وفي المجتمع المجتمع ذاته عنده دور عنده دور مهم جدا الدور المجتمع أنه يعني مشاركة البسيطة هسي التعارب عندك في البيت عندك موية راقدة ويتها في مطق بتاعتها انتهي من الموية الراقدة دي مكيفك خربان بيطلع موية بنقط موية طوال الموية في البعوض قام فيه مكيفات الموية نعم مكيفات الموية بيحصل فيها عندك زرع خاتيوة زهور وأنها فيها موية راقدة خلص من قدام بيتك فيه ناس بتغسل الحوج بتاعه تنمي الموية تكون فيه مطبات ومالت الموية وركضت وقام فيها بعوض يعني فيه مسؤولية للمجتمع فيه مسؤولية للسلطات الصحية وفيه مسؤولية الدولة فيه لما يكون التفشي أصلا بيحتاج لإعلان فالهناء ودوران المعلومة الغير صحيحة في الوسائد دي ما بتودينا إلى قدام ما بتودينا إلى قدام هذه المهنة هذا الطيب يجب أن يكون يعني مهني وليس سياسي دي الحاجة المهمة يقوم لازم هذه الطيب أو كل الحالات كيف نحن نصل لتشخيص صليم بالقطوات التي ذكرنا وفي النهاية نحن زي ما ذكرت ده نتكلم مثلا في قواعد أساسية عشان سواء كان في مؤسساتنا الصحية مرافقنا سواء كانت مراكز مستشفيات مراكز تشخيص مراكز تأهيل على مستوى الرعاية حتى المنزلية أو الدور بتحت الرعاية أو التجمعات عندنا قواعد أساسية عشان نكافح بالعدوى أول حيث نحن نهتم بصحاتنا الشخصية مهمة جدا قصيرة الأيادي التخلص من الحياة الزكارنادية استخدام الوسائل الواقية بالنسبة للفريق الطبي نفسه من ناحية الماسكادي وغطاء الراس والأبرونات والجوينتات في التعامل مع المرضى الناموسيات وسائل واقعة الأحزية الحياة الطويلة الملابس الطويلة التعامل برضو نتكلم عن أمراض المعدي عامة التعامل مع الحالات الحادة الإبر من أخلها في ناس تلقاف في شارع في سبت النفايات العادية إذا كان المريض عنده مرض معدي ورميته في سبت النفايات العادية فتخلي كل النفايات الموجودة في السبت بيقد خلاص محتمل معدية نفايات معدية برضو التعامل السليم برضو مع النفايات الطبية وأنها مهمة جدا ونفايات المرضى بالذات في الأمراض السارية مهمة جدا برضو الاهتمام بالدم وعدم مثلا الجرحة الإنسان يحرص أنه لا يكون في جرحة أو مريض لو حصل له مثلا يتعامل له وتركب له في أي كان ولا وصلة وريدية ولا بتديه حقنا ما الدم ما يقوم يسيح ولا يقع في حتة قد يكون في مرض معدي يعني دي كل التطهير وتعقيم يعني نظافة وتطهير وتعقيم الأكهزة والآليات نحن نستخدمها كل الوسائل نستخدمها في عملية الطبيعة سيكون على مستوى الأفراد وعلى مستوى المؤسسات الصحية دي كلها مهمة جدا البيئة نفسها لازم تكون نظيفة بيئتنا في بيوتنا في خارية في مؤسساتنا الصحية دي حاجة بسيطة ما محتاجة لإمكانية الدائرة بس يعني التزام من الناس من الفريق الطبي من المسؤولين من المواطنين كلهم برضو عملية يعني تعقيم الألات والأجهز والوسائل نستخدمها برضو زي البيئة برضو استخدام بعض الأشياء التي نحن نديها مثلا من استخدام زي الأنابيب والقصاطير الوريدية والقصاطير البولية تعقيم أشياء لو كان في مريض باستخدامها مهم جدا لازم يكون فيها يعني استخدام سليم وصاح إذا كان في حوادث حصل الزول مثلا احتك بمريضة وطعانة حقنة بتاع المريض لازم يبلغ ويعمل الإجراءات المهمة يخواننا برضو التواصل السليم يعني خطوات التواصل من ال البيبلغ من البيشخص من البيعلن من البيعالج لازم نعرف يخواننا كل زول عنده دور يعني أما نحن يعني نقوم ننشر بدون دليل أي شيء دي لا بينظر بأنفسنا بينظر بمجتمعنا نحن مجتمعنا لازم يكون مجتمع واعي جدا لازم يعرف كل زول دوره الفريق الطبي يكون دوره المواطن المسؤولين في الصحة دورهم شنو الدول ذاتها دور يعني بعدين الشغل ده من ناحية مهنية طبية بحت ملوئية علاقة بالسياسة الطبية بعد ذلك تدريب الناس الفريق الطبي وتعليم المجتمع يعني توعية المجتمع وتعزيز الصحر تحت المجتمع دي كل وسائل مهمة الناس تعرف في كل الأمراض السارية وشنو الغير سارية وشنو كيف تعمل الاحترازات والاحتياط والله بروفي الكلام معك جميل والحديث حقيقة معك يحتاج لحلقات وحلقات يعني يمكن يحزم البرنابج انتهى لكن عايزك في 30 ثانية رسالة لطلاب الطب وأنا أفتكر أنت مسؤول عن اعتماد المناهج في كليات الطب لعدد من كليات الطب بالسودان منا جمع السودان ومنا المغتربين وقع قرطوم والنيلين نفتكر سابقة النيلين بس كنت عملت في دراسة قصة طبيب أو طالب يقول لك أنا ما سمعت بالمرض فنفتكر حقه يكون عندكم دور كناس بتعتمدوا المناهج في أنه مهما كان المرض نادر على اللقنح في مناطقنا دي الناس تكون عند خلفية عن المرض حتى تقدر تتعامل معه بشكل كويس طيب زي ما قلت سريع جدا وطبعا أي كليات طيب أو أي جامع عندها مسؤولية اجتماعية مسؤوليتها تجاه العاملين فيها سواء كان استطاف ولا كان طلاب يعني في أشياء بتحتاج لتوعية معينة جدا يعني الناس يعرفوا التعرب بالأمراض طبعا حتى في المنهج ذاته الأمراض الوبائية موجودة الأمراض العملية التعليم الطبي إلى الطالب الذي يعلم نفسه يعني يعني تأخذ الخطوط العريضة يعني العلم هو الطب زي ما قال تسجيله بالمعلقة أو تسجيله يعني في حاجات تدير الخطوط على لكن هو برضو الطالب مطلوب منه يتعرف على الأشياء لما يسمع حقه يخش وهو الآن متاحة وسائل الاتصال وسائل التعرف وانتو فالكليات نفسها المسؤولية الاجتماعية بتاعت الكليات والجامعات نحو المجتمع برضو توقع المجتمع بس مش الطالب بس حتى المجتمع فيها شيء يعني تعمل لهم أيام صحية تعمل لهم ندوات في المراكز الصحية يكون في توعية صحية في تعزيز للصحة وأشياء كثيرة ممكن الناس تقوم بها بكل بساطة ولا بتحتاج لتعاقلات ولا بتحتاج لإمكانيات والله يا خانا حقيقة في آخر هذه الحلقة لا يسعني إلا لتقدم بكل الشكر والتقدير لأستاذ البروفيسور حسن عبدالعزيز محمود أستاذ مستشارة الصحة العام وجوضة الصحية ومكافحة العدوى أنا شاكر حقيقة لكل الإفادات التي تكرمت به لهذا البرنامج وأفتكر الحلقة هذه حلقة علمية دسمة وأكيد كل الناس التي تابعت هذه الحلقة سيكونوا استفادوا كثير نتمنى أنه نلتقي معك في حلقات أخرى في مواضيع ذات صلة بحياة الإنسان وأنا أفتكر الطب المناطق المدارية وطب المجتمع من الأشياء مفترض نحن نركز عليها كثير جدا في دولنا النامية لأنه لسه البنية التحتية تحتاج لكثير من المجهودات شكرا لك شكرا لك دكتور محمد ويمكن آخر رسالة في سواني أقول فعلا أنت قلت نقطة مهمة جدا نحن محتاجين للاهتمام بطب الوقائي أو طب الصحة العامة أو معرفة بطب المجتمع وبأخواننا برضو ناس الصحة العامة ضباط الصحة لازم كلهم وضع وظيف معين ولازم يهتم الناس باتجاهنا هو هذا التخصص لكن بحتاج اهتمام برضو من أخواننا المسؤولين في الدولة أنه يعني يدوهم وضع معين لأنه هم هم دول بسمهم الأطباء غير السريرين ودين ما عندهم عيادات فبيحتاجوا لأوضاع وظيفية وبيحتاج أنه نركز في أخواننا في مجلس التخصصات ممكن أن يسكن أخوانهم بالصدفة أنا زورت الأخوان من العام دكتور الشيخ وناغشنا أو الناس يعني في إطار جلستهم عام ناغشوا موضوع الاهتمام مع بروفيسور حيدر ربو أحمد وآخرين وبروفيسور الطيب رئيس مجلس التخصصات أنه الاهتمام بهذا التخصص وعطاه ووضع محدد عشان الناس هدى اللي يفيد طب الأسرة وطب المجتمع وطب الوغاية ده بيوفر كثير جدا مما ينفق في القدمات شكرا لك الأستاذ دكتور حسر عبد العيز محمود إلى أن نلتقي معك في حلقة أخرى إن شاء الله في مواضيع تهم المواطن أنا حقيقة أشكر كل الناس التي تواصلت معنا عبر واتساب البرنامج يمكن كمية من الرسائل وصلت على الواتساب لكن ما قدرنا نرد على لكن إن شاء الله وعدكم من أن أرد على لاحقا ونتمنى أنه هذه الحلقة تكون مفيدة جدا حتى أنه الناس تفهم ما يدور في الوصائد عن هذا المرض وما يقال حبينا نسنده بوقاعة علمية من جهات الاختصاص كل الشكر أيضا لتيما العامل في البرنامج والذين يعملون بجدو اجتهاد خلف الكواليس لإنجاح هذا البرنامج حتى يطل بهذا الشكل وبينقول ما في داعي تقولي ما في الربيع في عطر دافي لحفة الشوق في سلامك وفي كلامك وصير غرامك ما هو خافي وكل التحية لكم لغاية ما رقاكم في حلقة أخرى تقبلوا تحياتي دكتور محمد عبدالباير قدال وإلى اللقاء وفي أمان الله شكرا 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 اشتركوا في القناة